أسطول جديد من أساطير الحرية في الأفق يمثل أملاً لسكان غزة من جهة ومشكلة قد تنعكس بالسلب على صورة إسرائيل من جهة أخرى وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اختلفت الآراء بشأن أسطول الحرية ثلاثة ويقول موفد يورونيوس في القدس لهذا الأسطول الجديد جميع المسببات لإثارة جدل محتدم في إسرائيل الفلسطينيون يتحدثون عن انعدام الإنسانية لدى حكومة بن يمين نتنياهو بسبب عدم سماحها للأسطول بالوصول إلى القطاع فيما يقول لنا إسرائيليون أن السماح لهذه المساعدات بالوصول إلى غزة سيكون بمثابة تسليمها مباشرة إلى حماس ويقول فلسطيني لقد وضعت إسرائيل عديد القرارات لمنع وصول المساعدات لأكثر من أربعين عاماً وكان ذلك قبل حكومة نتنياهو وقبل أولمارت وحتى قبل رابين ولم يعيروا اهتماماً لأي شيء ويقول إسرائيلي أعتقد أن السكان غزة يتمتعون بجميع المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها والحكومة الإسرائيلية تسمح بوصول مئات الأطنان منها الفرق هو أن هذا الأسطول يريد دخول القطاع دون موافقة الحكومة ونحن نخشى من أن تصل المساعدات إلى الإرهابيين كما يحدث دائماً عوضاً أن تصل إلى السكان وقبل خمس سنوات جرت محاولة مماثلة لأسطول آخر انتهت بهجوم دام نفذه الجيش الإسرائيلي على سفن الأسطول وقتل خلاله عشرة أتراك ترجمة نانسي قنقر